هنسي محمد صلاح شوية ناشا ونروح بقى للمنتخرة عشان مطش خلاص كم ساعة للأسف احنا رصباً عندنا كلنا روحنا للحكاية دي رصباً عندنا بطبيعة الحال يعني شايف التشكيلة المناسبة للمبارازة دي تكون عاملة ازاي طبعاً الراي الأول أخير للراي فيتوريا بس ديها من دردش مع بعض شايف التشكيلة اللي هتكون مناسبة لتخانينا ان شاء الله نكسب ونسعد للدور القدر أولاً أولاً يعني يمكن الشوط الثاني هو ده منتخب مطلع زي ما كلمتك في الأول صحيح احنا من اللعيبة دايماً اللي بحب نهاجب بشكل هجومي انت النهاردة لما بتدي اللعيبة ببعض تحفزوط شوية واناك بتلعب بمراكز ما مفعش يتحركوا هنا وهنا بيبقى اللعب نمطي احنا جربنا ده أول ماتشين أو أول ماتشة أول شوط تاني لما حصل ان صلاح اتعور مش صلاح خرج فرق بقت كويسة خالص بالعكس هو انت نزلت حد اشتغل شوية عشان صلاح مكانش في مستوى او كان مصاب ممكن يعني انا شايف ان مصطفى فتحي وجوده مهم جداً في المكان ده وكنا بنتكلم على المبادرين من اللعيبة المهرية دايماً للأفارقة او اللعيبة صحاب البشرة الصمراء ايان حاكل لنا أفارقة دايماً حتة الترئيس وحتة الواحد ضد واحد عندنا اللعيبة مهرية بشكل كبير جداً في الحتة اللي قده وانت شوفت وراء الأخيرة انا مصطفى فتح كان بلعب ناحة لمين مصطفى محمد بروح مكانه ترزجيل لما نزل بقى هنا مربوش نزل في نص الملعب عندك اتنين نص الملعب محدش فيه منامطي كلهم اتنين بتحركهم فاهم فانا محتاج اتنين في نص الملعب زي المباراة اللي فاتت بالظبط يعني امام ممكن يكمل انا وحمدي فتحي او امام ومروان بشكل كبير وعند الاربع قدامه وتحررين بشكل كبير ممكن زيزو مكان مصطفى فتحي انت عندك في الحتة اللي قدامه فيه مورونة انك تشتغل فيه انا بالنسبة لك علاء التشكيل سهل جدا ايبا ايبا شناوي عبد المنعم حجازي ناحية اليمين محمد هاني ناحية الشمال محمد حمدي نص الملعب حمدي فتحي وامام عشور نفس الاتنين بالظبط والاربع قدامه متحررين هلعب بالظبط زي ما نزل ترزجي في نص الملعب تمانية بس بيكمل برضو ويدخل بعمر مرموش فرود برضو بما بيقفض القرى نزل الناحد الشمال عمر مرموش ومصطفى محمد ومصطفى فتحي دول اللي اشتغل زيزو ممكن زيزو او مصطفى فتحي على حسب بس اللي فيهنش المباراة الاخيرة كان مصطفى بشكل كويس جدا وزيزو بيشتغلها كويس فانا عندي مصطفى فتحي اللي جيت رجليه كانت مجودة في الملعب المطش الاخير فده اللي يكمل بيه ليه اخترت محمد هاني مش عمر كمال محمد من نوعية اللعيبة شوية شوية محافظ شوية عايزين نحافظ على حتة الورق نحن انت بتلعب فرقة مختلفة اه طوص الدفاعية ممكن يبقى افضل من عمر شوية افضل عمر هجومي شوية وبيتيل شوية وحتى برضو محمد محمد حمد من اللعيبة ده برضو الدفاعية شوية وانا محتاجة الاتنين دول يوقفوا شوية ادام انا عندي كسافة وريدي هجومية بس اعتقد وحمد الله يلعب يعني الاتنين اللي كنوا سابتين انت بتلعب فرقة هجومية فرقة كويسة بتلعب كرة كويسة جدا من احسن فرقة البطولة غيرت دلوقتي ده الحصان لسوي بتاع البطولة ايوه انا باعتبرهم كده مجموعة شباب كانوا موجودين من اول وخمس ست سنين مع مدرب شواطر جدا شوفناهم حتى البطولة اللي فاتت بقدوا اداء كويس جدا المبارارين الاخيرين اقنعونا بشكل فرقة بمستوى اللعيبة حتى في الحتة الهجومية كويسة جدا فرقة بتدفعش ما بنزلهش تحت الكرة زي فرقة كتير جدا ده بلعاب كرة مفتوحة عندهم مميزات كويسة لازم نقفل عليه ولازم في توريا حتى كمان يكون فرج اللعيبة على المرشاط بتاعيتهم اثنين اللعيبة عندهم في العيبة في نص الملعب من اقوى اللعيبة شفتها بيشوطن يعني فيه تلات اربع كرة مباراة الاخيرة لو شفتوا كورتين الكرة اللي جات في العرض قبل بكرة بتيجون فيه العيبة عندهم رقم عشرة انا مش متتذكر اسمه بشكل كويس يعني يجب ده اخضر اللعيب فيه نحاول نقفل الحتة دي في نص الملعب التاني حاجة من اول دقيقة في المباراة لازم نشوط تاني لازم نهاجم ما نستناش لما نروح شوية تاني بحس ان المنتخب مصر في ممبارات موزنبيك ضيع وقت كتير عندنا 45 دقيقة بنهدرها كده هو انت بتحط تحت ضغط وانا نفس اللي ابا بتحطش تحت ضغط واتحرر من اول مباراة ايوه بالنسبالك انت اللي بتسهله انت عندك قدرات اعلى من اللعبة دي بكتير جدا اولا قدرات فنية قدرات تاريخ كمان الناس نزلالك عاملك الف حساب للمنتخب مصر نازلوا خاف منك الرجل اللي تتكلم في مؤتمر الصحف قالك ملعب البطل البطل كان استغال بس الرجل قالك انا هلعب البطل ممكن تريح اللعبة قال ممكن ومش ممكن بس انا عاية اكسب مكتخب مصر لان بالنسبالله هيبقى تاريخ مدرر بحق مشروع بالنسباله لان اكسب المباراة هيبقى كذبان ثلاث مطشوات وكذبان منتخب مصر صعد اول مجموعة وحدش عاملها النهاردة بتسعبون دلوقتي فهو بيدور على الحاجة زي كده اتمنى ان شاء الله يكوني التشكيل زي ما بتكلمك عليه كده واللعبة بص اي حد ممكن يلعب وممكن اي حد يلعب اي تشكيل بس انت النهاردة روح وانت نازل في الملعب شخصيتك انت كالعيد والمباراة شغالها كريمة احنا كنا متابعين ده اما كنت متابع السوشال ماديا والماتشو اكت الناس يتكلم على طرق حامد وازي طرق بقاش موجود في المنتخب اكت مش عارف اللعبة تعال بيكلموا عن الناس دي الناس دي الى كان عندها روح الناس دي الى دايما في الملعب بيتموت نفسها لما حجاز المباراة الاخيرة كان كويس اخنع الناس الماتش اللي قابليه كان الناس يقولك يا سوى ابراهيم ما كان حجازي فانت النهاردة انا ما بيتقدي بشكل كويس وبيتموت نفسك في الملعب الناس شايفة ده امام عشور التناقض شغط اول ليه امام عشور بيلعب شغط تاني كان عامل شغط تاني عظيم جدا هو نفس اللعب شخصيتك انت شخصيتك انت كلعب تتفرد على نفسها في الملعب بلص ان في حاجة تاني روحك في لعبك خرى النهاردة روح ممكن في المباراة بيتغير خمسين الف طرق في المباراة بابدأ اربعة تلاتة تلاتة مبدو اربعة اتنين تلاتة واحد في طرق كتير جدا يا كريم وبتختلف في المباراة نفسها بس انت في حالتك وشخصيتك فالمباراة نفسها انت عايزين النهاردة عندنا هدف معين صعودي للمباراة اللي جاي بعد كده بإذن الله بس ان شاء الله نصعد تاني مجموعة ان شاء الله ان شاء الله نكسب بإذن الله احنا متفقلين بشكل كبير جدا قبل كده مباراة الاولانية كان الموضوع فيه خوف شوية هم طمنونا قوي يعني طمنونا قوي في التلت ساعة في الربع ساعة اللي هي بتاعت ممكن نكسب فيهم دول هيده اللي عملت كده هيده اللي عملت كده